كل سنة وانتم طيبين رمضان على الأبواب يا ربي جعلنا من عواده بنحب نعمل سوسات كده ايه نحطها على الحلويات بتاعتنا وبنلاقيها برغالياء ما تيجي نعمل سوس الحليب المكسف المحلق وكمان شربات الحلويات هدي خلطك الحلو ودي فيه كباية من المياه المغلية نصف كباية من الحليب البودر وكباية من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا السيلة او رشة من البودر وخليتي كويس جدا جدا احنا فضلنا نعمله باللبن البودر علشان يقعد معانا فترة كبيرة جدا ومودة الصلاحية تبقى كتير وهنا معايا ربع كباية من الزبدة مكعبات كده بقى طحها وبضربها شوية بشوية المياه مغلية فهتدوب لي الزبدة بسرعة وتتجانس مع المكونات بتاعتي السكر هيدوب وكمان الزبدة هتسيح معايا حطي بقى كده الزبدة شوية بشوية حسب اي نوع زبدة عندك بس يفضل يكون يعني جودته عالية ويبكي دي بقى نضربه لو احتاج شوية مية مغلية نضيف عايزة تضيفي معلقتين زب كماني لما عوقه ماشي بصوا بقى قوامه روعة وهو لسه كمان ما بريدش لما بنحطه في البرطمان ونخليه في التدلاجة قوامه بيبقى سميك ورحته روعة بصوا بقى رحته طحفة وقوامه احلى يلا على التدلاجة نخليه استريح كده وقوامه ويبقى سميك يلا نعمل السيرب حالتك الحلوة ودي في كيلو من السكر طبعا السكر ده هيقعد معانا فترة كبيرة ماشاء الله مش كل ما نعمل حلويات نعمل السيرب وهضيف نصف لتر من المية او لتر الا رب ودايما المية بنحطها على الجوانب علشان مش عايزة السكر يعمل حبيبات كريستال ويخلي السيرب بتاعي سكر واقول لكم على سر بقى ما يخليش الشربات يسكر معلقة عسل كولوكوس كبيرة قال لي بيها كويس جدا مع المية بتاعتي والسكر التنكهات بقى اللي تحبية هنا ضفت عدن من القرفة ممكن تدي في قرنفل ممكن تدي في قشر برطقان قشر لامون ممكن تكتفي بالفانيليا بس حسب ما تحبية طبعا احنا هنعمل سيرب تقيل للشربات للحلويات الشرقية وضفت شرحتين من اللامون ودايما بقى خلي معاك فرشة وامسح كده الجوانب علشان مش عايزة اي سكر يجي عالجنب ودايما نحط معلقة في الحلة علشان الحلة ما تفرشي دي حاجات صغيرة بتفرق في نجاح وصفتنا كمان ما ينفعش اغطي السيرب ليفور ويبهد للدنيا ودايما دايما نبعد ولدنا لو بنعمل حاجة سخنة بصوا بقى السيرب خلاص بقى كده تكاسف ولونه بقى روعة اديته كده ايه رشة بسيطة من البانيليا حوالي ربع معلقة صغيرة بصوا بقى قوامه ولا لونه ولا رحته ممكن نكتفي بالقرفة بس او باللمون او بالبانيليا او باشر البرطقان زي ما تحبه اول ما برد بقى غسلت برطمان معقم وحطت السيرب اللي لونه ورحته روعة ولا كل يوم بقى نشيل هم ان احنا نعمل سيرب للحلويات كل سنة وانتم طيبين ودايما منورين بيوتكم وحطوا بقى الحاجات اللي خرجناها كده وحطوها في قلب البرطمان وغطوه حطوه في التلاجة واستعملوه ودايما دايما كل التفاصيل والتكات عندنا في الوصفة يا رب نكون دي وفخ وفاف عليكم ودي الحليب كمان بعد ما جمد كبقى قوامه حلوة اوي حطي بقى على كل حاجة تحبيها قوام وريحة وطعم ولون ودايما الوصفة عندنا كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم